شهد رئيس الوزراء مترجلا بعض العروض الفنية الشعبية والتي أعرب مقدموها من خلالها عن ترحيبهم واحتفائهم ثم توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقه بعد ذلك إلى المصرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة لحضور حفل يتضمن عددا من العروض الفنية المتنوعة والمبتكرة واستمع إلى كلمات ألقاها كل من وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قبل بدء الحفل وقد أعربوا من خلالها عن ترحيبهم بزيارة وتشريف رئيس الوزراء اليوم وعقب الدكتور مصطفى مدبولي عن ذلك معربا عن شكره للمسؤولين من الوزراء وأيضا قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقال رئيس الوزراء اليوم وفي مناسبة سعيدة جدا من حيث إطلاق النسخة الثانية من مبادرة ميت يوم صحة وأيضا زيارة المصرح الروماني بالمدينة التراثية في مدينة العالمين الجديدة أعبر عن سعادتي بوجود الآن بين عدد من شباب الجماعات القادمين من محافظات الوجه القبلي وأكد أن وجود هؤلاء الشباب اليوم في مدينة العالمين الجديدة أمر رائع فهي واحدة من المدن الجديدة التي تقوم الدولة المصرية ببنائها وتطويرها من أجل شباب مصر مشيرا إلى أن كل المدن الجديدة التي تقومها الدولة المصرية هي بالأساس تبنى لشبابها وأبنائها في هذا الإطار وجه الدكتور مصطفى مدبولي حديته إلى الشباب قائلا أنتم المستفيدون من بناء تلك المدن وتنميتها ويقع على عاطقكم مسئولية إعمارها وفي ختام تعقبه أعرب رئيس الوزراء مجددا عن سعادته اليوم بكونه وسطه إلى الشباب وحضر الدكتور مصطفى مدبولي جزءا من الحفل وشاهد خلاله عروضا فنية متميزة ومنها العرض المقدم من قبل فرقة مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية حقيقة أني مهما قعدت تتكلم كتير جدا عن اللي بيحصل دلوقتي في مهرجان العالمين ضروري جدا أن أنت كنت تسلط الدوق لأن فكرة أنك أنت تقيم هذه المدينة بالسرعة دي وبقايا دي مصرية طبعا حاجة عظيمة جدا وحاجة تستحق طبعا أننا نصني عليها ولكن كان يجب طبعا الترويج ليه والحقيقة أنا شايفة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أيما بدورها طبعا على أكمل وجه من الناحية الترويجية وبصراحة كمان الناس هناك أنا لأننا كمان من الناس اللي بتروح مدينة العالمين كتير جدا وكنت واحدة من أوائل الناس اللي زارت النسخة الأولى وحضرت معظم الحفلات تقريبا اللي حصلت في النسخة الأولى وكنت ببقى حريصة جدا أن أنا أحضر كل الحفلات لأن حقيقة بقضي وقت ممتع جدا ببقى مستمتعة جدا عايز أقول لكم أن زيادة كمان السنة دي النسخة السنة دي كمان يعني استجد عليها حاجات كتير جدا فيه شواطئ كمان موجودة شركة المتحدة كمان عاملها مجانية كمان لرواد مدينة العالمين المهرجان السنة دي كل سنة هيفضل يتطور عن السنة اللي قبلها المهرجان هيكون فيه فعليات كتير جدا لكل رواد المدينة تغير أننا عندنا أحسن وأحلى بحر في العالم يعني اليوم كله مجغول يعني الناس يا جماعة اللي بتقضي يومها في الساحل الشمالي اليوم كله مجغول يعني أنت لو بتقضي اليوم الصبح على البحر فأنت بالليل عندك يومك مجغول زي ما انتوا شايفين المهرجان يعني مجغول لحد آخر أغسطس يعني لحد 30 أغسطس نحن نتكلم على أكبر حدث طرفيهي على ساحل البحر المتوسط الحقيقة حاجة عظيمة جدا أنا مبسوطة جدا بالمجهود الكبير جدا المبزول من قبل الدولة المصرية على مهرجان العالمين والناس اللي مراحتش بجد لازم تروح لازم تكونوا فخورين جدا باللي بيحصل في بلدكم وكم النظام اللي هناك وكم النظافة اللي هناك وكم التطور اللي هناك وحاجة يعني بصراحة مبهرة جدا هتبصوا جدا فعاليات يعني ما بقولكمش بس على فكرة أن الفعاليات بس حفلات لا فيه زي ما انت شايفين المصرح الروماني فيه حاجات كتيرة جدا زي ما انت شايفين فرقتهم وكلسوم وحاجات كتيرة جدا ومصرحيات لا يعني طول اليوم تحس ان انت يومك مشغول وتحس ان انت طول اليوم عندك حاجات وفي حاجات وراك وتولي اليوم تحس ان انت مستمتع على فكرة عكس بس لما تروح اي بلد تانية حس ان انت لا السكتجول بتاعك او يومك في ان انت هتعمل حاجة واحدة بس في اليوم بلدك لا في مصر لا احنا عندنا هنا دايما كل حاجة مختلفة انت يومك كله مشغول في الساحل يومك كله مشغول في العالمين زي ما قالت لكم مرح يكفي يكفي احنا قدرنا نغير المنظور انك بدل ما كنت بتقول انا رايح الساحل لا دلوقتي بقيت تقول لا انا رايح العالم عالمين انا رايح مهرجون العالمين دلوقتي